تجارب العلوم الماتعة العلاقة العجيبة ألم تشعر يوماً وأنت بداخل السيارة وفي طريق دائري دوار بأن جسمك يتجه للخارج مبتعداً عن مركز الدوار فهل عرفت السبب في هذا الشعور؟ ماذا نحتاج؟ علاقة ملابس قطعة معدنية الخطوات واحد نقوم بسحب علاقة الملابس من وسطها تماماً بحيث يصبح شكلها أقرب للمعين اثنان نثبت القطعة المعدنية على نهاية طرف العلاقة الشنكل ثلاثة نقوم بتدوير العلاقة بالإصبع المسبحة ونحاول أن تبقى القطعة المعدنية في مكانها أثماء عملية الدوران ملاحظة عملية الدوران بحاجة إلى قليل من المحاولات ففابر للحصول على النتيجة المطلوبة الفكرة العلمية الأصل في الأجسام رغبتها في البقاء على حالتها الحركية فالساكن يرغب في أن يستمر في السكون والمتحرك بسرعة ثابتة على خط مستقيم يرغب في أن يستمر على حاله فإذا أثرنا على الجسم بقوة فهو يقاوم التغير المفاجئ لحالته وهذا ما يعرف بالقصور الذاتي فالقطعة المعدنية ترغب في أن تتحرك بسرعة ثابتة على خط مستقيم وعملية الدوران بالنسبة لها هي تغير مفاجئ لحالتها الحركية في كل لحظة من لحظات الدوران وينتج عن هذا القصور الذاتي المستمر ثبات القطعة المعدنية في مكانها تطبيقات القطار السريع في مدينة الملاهي مجففة الملابس هل هناك تطبيقات أخرى؟ أذكرها فكر ثم طبق استخدم كوبا من الورق وخيطا وماءا لتحقيق هدف التجربة السابقة وقبل أن تبدأ ناقش معلمك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر